مرحبا بكم مشاهدي الام تيفي في هذه الحلقة بيروت اليوم وحاور فيها ناشر موقع الكلمة اونلاين الاستاذ سيمو ابو فاطل اهلا وسهلا فيك سيمو شكرا مرحبا لك وتحية لكم للمشاهدين ونبلش كمان نعيد ابناء الطايف الارمانية اللي هم عم تحتفل بعيد الميلاد وايضا نقول غطاص مبارك كمان على كمان يعني معايدة لابناء الطايف الارمانية وعلى اساس انه غطاص يقدي الى فتح القلوب يعني هذا كلام لابد من انه نقوله كمؤمنين عندي الجميع في المرحلة جديدة على امل اه تغسلت هيك بهالمناسب تغسل قلبك هيك تجاه بعض السياسيين اللي انت على خلاف معهم لا سيدان انا مش على خلاف محل انا مواطن بالنتيجة بشوف اي مسؤول رتب مسؤولية اكتر وضرر اكتر يعني على البلد منسمة علي كرجل يعني كشخص عنده عائلة مواطن عنده عائلة وكشخص عيش بهالبيئة او ودو يبقى بهالبلد لا عندي بنطلق من هون انا يعني ما عندي شي بالمعنى المباشر انه اه عداء عداء مع احد او خلاف شخصي مع حدا لا بس فيه ناس بيردبوا مسؤولية عليك هن بيردوك وهن بالنتيجة بيكونوا مرتحين مقابلين مستقبلهم بيستقبل ولادهم مستقبل اجيال عندهم بس الناس عم تدفع على التمن بس ليه وصلت العلاقة مع جبران بسيل انت قلت مسيسي للشخصي لا هجمته بالشخصي لا لا خلص انا خلي الا شغلي اندمت صراحة اندمت خلي الا شغلي لا لا ما صار فيه شي وقته يعني مشكل صار فيه قضي نحكى معي وانت يعني يمكنك انطار صار فيه يعني بس حدا روح بعيد من غير جهة انت بتروح كمان بعيد صار فيه شي هنما اعتبرين انا بدي احكي الموضوع يرجعين فتح يعني هنما اعتبرين انه كمان ببعضهم بمجاعد الكلام على الاخرين مباح هلا انا طلعت مني هفوة هفوة مش بمحلة يعني وكتير يعتبون عليها ناس الحقيقة يعني رأي العام واصحابه اندمت انا مش اندمت انا بقول انه يا خي شرحة تمام مش قصة اندمت انا بقول انه يا خي يا ده رأي العام اللي بيعتبر انه انا غلطت يعزرني معلش انو انا بالنتيجة يعني صار فيه يعني انا كنت انو صار فيه شي مني بس يا خي بالنتيجة انا لا سيري ولا قاتل ولا فيه ابتدام ولا فيسل ولا مدمر البلد انو انا الصحافة عم بيحكي من نحن مداملت كل هالعالم بحكيت كلمة بقول عم بقول كل واحد بالرأي العام بيعتبر انو هاي زعجته بقول له خي انو يعزرني بالنتيجة انو ما فيه نقول اكتر من هك انو برجع بعيد الخبرية بطريقة معاكسة يعني تزيد الخبرية انو خلص انتهت هون بالزمان والمكان والبلد يعني مش وقف على يعني المشكلة انو السياسيين البلد يعني انو بيعتبروا انو كل شي مباح او فريقهم وبيعتبروا انو هني قللهم حق هني وجماعاتهم يشتموا كل الناس يوصلوا اشياء شخصية والموتة تبعك انا يعني مجي اعمله لاني انا اليوم عنطر بين شدات خلصت يعني انا ما بيقبل لك تبعت كيف ما بيقبل صارت قلت انا في ناس كل واحد انزعج بقول له يا خي وعتبوني كتير ناس اعتبوني انو اصحاب المخي ما كان ناس المتسير صارت تبعت كيف انا عم بقول لخي اطعوا لي خلصت من كم يوم ودعنا سنة الـ 2022 اللي كان فيها كتير احداث من هالاحداث على سعيدك الشخصية خوضك الاندخبات النيابية للمرة الاولى ندمين على التجربة لا مش ندمين ما عمل ما عمل شي مش هيك يعني تقلك مش ندمين اولا يعني بدش تطول بالحال يسنو كنت عاب عمل تركيبة انا وهيك عدد اشخاص رتبين متأفضالك يعني ما مش الحال صار في تحالف مع الكتاب ومع سامي جميل سامي جميل انتم بعطي ملاحظات عكليسيسي بس شاب قدم ينضيفي يعني بيحب البلد عنده رغبة بانه يصلح اتحالفت انا بيهن وكان فيه عليح عادة ناس جاهدين ناس حنكش واخرين الحك الانتخابات حسابات وما رح اقول اكتر يعني عيد التجربة او خلص مرة واحدة ما في نقول هلأ من هلأ انا استيس دانيا انه انا يعني ما عندي الالية انه اعمل انتخابات من اليوم يعني انا وقت اعتبرت وما بدي هلأني لانه انا يعني انا ما انا يعني ما نجحت بقوله مش ان هيك بقوله بصدوح انا ما نجحت خلصت بس الاهم شي عندي انه انا كان بدي نص حاصل ما فيني امن وسماء ابو فاضل كان فيه موجات هي فيها تأمنه انا ما اتأمنت يعني ما فيه طلع يقول شي مختار نتخذني شي رئيس بلدية وحده نحن سقطنا سيموه على عشرين صوت وميت صوت هاي ما حدا فيه اولى يعني انا مرتاح انه كيف اجيت النتيجة لو عملت نايب اليوم لو انت نايب هلأ بالمجلس نواب الحال شو كنت عملت شو كنت غيرت بكمل بوعود بكمل بوعود الليلتا الوعده الوعده بوعود كبيره شو عمله كلم بوعود الليلتا وين الكابيتال كنترول اليوم النواب عم بعطله المصارف بده نيح اذا قلت هلأ اني مصارف ماك فيهم هو العالم لانه لهم مصلح المصارف كابيتال كنترول اللي يبقى ليش هيقين عمل لانه عم يجيون دعاوة وشكيوة بالخارج 150 مليون دولار يعني صار مضطرين يقبلوا انه اولا هذا الموضوع بس في النواب هني ما عم بمشوا هالقنون لانه فيه كمان مصرف او اثنين عندهم مصالح ما حدا معين انا ما بدي يعني ما بدي هلأ عمل حملة مؤخرة مع ريترو اكتيف انا كنت كتير طيب النواب المعارضين وين اني الموضوع الليبون بوست مع الرئيس نجيب مئاته وين اني الأحزاب المسيحية المعارضة وكل المعارضين اللي بيعتبروا حالهم انه هني يعني بدهم يغيرهم طيب صار بالليبون بوست مخالفات بهذه الطريقة الفاتحة وين وين اني طيب ما عم بدي البلد رئيس نجيب مئاته طيب كيف تقبلوا فيه هيك اذا شوية مصالح معه اذا شوية بيعطيكم انتوا يعني على حساب الموضوع ففيكم تقولوا انتوا كل هالناس بيعتبروا معارضين اللي بيعتبروا حالهم انه هني اليوم شرفة مكة اذا شو واحد حكي كان بيبنقضوا على انه من وين وكيف وليش وهني معروف كيف بيعملوا من وين بيجيون الأموال طيب ليس يكتين عن جميعاتي عم بتحكي عن نواب 13 تغير عم بحكي كنتش اسم معارضة كل اللي عم بيصاي اذا بدك تروح معك على الآخر كل اللي هني اليوم محطوطين بالصف اللي بسمى حاله معارض تم نقق واحد واثنين عم بيحكي بشكل عام انا هيا ما بسكت عنها انا يعني هيدا عم تسألني شو بعمل في كتير اشي بعملها قلتلك بالمصارف بالوداع في اشي بعملها اليوم مجلس نواب مقصر ايه طبعا مقصر مقصر بعده ملبك بالتركيبة اللي فاتت بطريقة في ناس اليوم دام اجوا فاتوا بدون لك التغييريين عمين حالة مرعبة يعني بمعنى هلا بنحكي بعدين بالتشطط اذا بدنا نحكي نعطيهم حقهم بس اليوم اليوم صار كل هود اللي كانوا قبل تحت جناح رئيسنا بيبري بيدعوا انه هن معارضين او بقولوا انه هن معارضين اليوم صار بيتطلعوا هيك بالتغييريين شو عام يعملوا انه صار شو عام يعملوا التغييريين يخير انه اليوم في امور صارت بالسابق يعني وقت كانوا بدو تم اقرار كابيتال كونترول انه راحت هلأ كانوا مثلا بالطريقة السابق طلعوا هن متحركين بس عمقول اليوم في كتير امور التغييرين على على عذا بدو قول عدم خبرتهم الزادي يعني انا ما فين اليوم اقول استاذ داني انه وضاح الصادق او بولا يعبان او محلم خلف اللي كان اللي عندهم حيثييتهم وعندهم حضورهم وعندهم موجودهم انه احكي معهم بيتم عم بحكي مع ايا يعني اخذ عليهم انه طلب لو كان فيه ريهان عليهم لا 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 فيه خبرة فيه سابق بس انت بتجيب بس تجيب بمجلس النواب تسعين صوت لنائب علي حسن خليل أبعو ثمانين صوت للاستاذ المزير غازي زعيتر بيقلك انا هون وين المعارضين مش معناته انا يعني حامل ما بيقوله ما بدي اصنق حدا بس انا عم بحكي بالمواقف بتبه كيف يعني مشان هيك يعني سألتنا عن فاتح قلب الله انا فاتح قلب الله انه ما بدنا نبقى بالماضي خلص خلص بينينهم انه هالتركيبة متكاملة انه اي انه هذي القوة السياسية اليوم بعدا مع بعضها اي بحط التغييرين عشان بقوله انا انا كاسمون ابو فرل اذا مصلحة فيهم لقد قد اعطيك مثل موقفهم بموضوع الرئاسة هذا موقف طبيعي خي بموضوع الرئاسة سعب رشحة هذا وسعب رشحة ويسمون اسميه هنه ما بدنا ترشح اي في غلطهم بس بدألك شغلين منحهم في كلام لقلهم هلا فيه ناس راحوا نضوي بغير اتجاه واضح نتيجة عدة حسابات راحوا باتجاه المعارضة فيه ناس كمان آخرين راحوا بغير اتجاه وعملوا قبل بوقت يعني وقت بعدة محطار كان فيه تميز بس اليوم بلجت ان نسمع انه فيه خطة به طيب هذي جميعنا حاكي معهم انا علي قول اي حدا بتسألني بقل لك عنه ملحم خلاف قال لك انا عنده حي سيتي وهن بلغوا القوات الليبنية ملحم خلاف بلغوا القوات الليبنية انه اذا عندك فيه عندنا اسماء جديدة خلنا نكمل الحديث كله وقال لها عبيان موجودة بالمعادلة من سنة 2018 كمان قالت هذي كل يوم اسمعتها كمان قالت اذا فيه مرشح اسمه ميشيل المعوط وفيه اسلامي فنجد نحن مع ميشيل المعوط بس هود التغييريين كلهم شو عم بقولوا انه بلحظة معينة رح يصير فيه تفاهم على حدا اخر يعني مثلا عم بنحكى بأسماء اخرى انه نحن رجل نكون بجيبة احد نحن اذا اجا رئيس جديد او رئيس حكومة بده يجي نحن منقله اذا بدنا ننتخبك بدنا هالقوعد مش ان هكي هربوا على خطة ما بعرفش هي باسة يعني مش ناشحة بس بالمبدأ ناشحة انه نحن ما بدنا نحط حالنا عند حدا عندنا اشكالية معه هي سليمة بس التنفيذ ايه انه 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 بكرة وليس جنبلات اليوم عفوا يعني عندنا نحكي عن كل الحلقة ما حفظ القابل نعم نعم اكيد لانه انه ان كان استاذ وليس جنبلات او ان كان قورة لبنية او الكتاب او المستقلين اليوم في محاولات يبعطوا حدا على السعودية الاحزاب تيعفر شو ساير هوني ما حدا عم بيجاوب عم بقلوا من السعودية طولوا بالكم شوي بعد ما في شي على الواقع اللبناني طيب اذا راحوا الى برا وصار فيه تسوية فيه ناس عم بقول نحن ما بدنا ننطور فيها اعتبر فيه تسوية على اسم محدد اه ما بدون يمشوا فيه قالوا الحق الجميع لانه هاودي ما اجوا نتيجة تركيبات مالية وحربية وعسكرية اكيد قالوا حق قالوا حقهم بس كمان لازم يطرحوا مرشح جد هيدا غلط هلا الطارحين مثلا صالح حنان انا مثلا فيه كتير كلام انه فيه كتير اسماء عم تنطرح مش قاطع مش معناتها فيه انت قصب من صالح حنان او انت قصب من حدا اخر بس المبدل عم بيقولوهن انه انا بسلم فيه لانه انا ما بحب حدا ياخد قراري يعني انا اذا كنت عم بشتغل لو كانت لي مو ابو فاضي نايم بمجل نواب اليوم مين كان سمى كمرشح ريك ما بدي احكي بال مين انت برأيك هيدا الشخص لانسب هو اليوم ليكون رأي جوري مين البطرق عرضوا عليه اسماء ومقتنع فيهن خمسة اسماء عرضوا عليه اسماء انا ما فينا هلا اجي سمي زكي حدا انا يعني انا كنت طارح اسمان انا كنت طارح اسمان انا كنتقول قبل الانتخابين كنتقول انه انا زالما يعني بعد نهايك عندي نظرة او عندي تعاطف مع ما اسمه 14 قدر لو كان مثلا سمير الفرنجية طيب كنت بقول سمير الفرنجية لا 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 عم بحكيك بالمبدأ ما انت ما عبدال التغييريين انا كنتقول انا كنتقول دايما انا كنتقول دايما ميشيل معوض او فرس سعيد اوك انه انا بدي حدا من ابن قضيه يقدر يحكي يعني يطلع يطلع يحكي منه اوش تامير جعجا ما اما دكتور جعجا هو اين ما بده يعني انا مش انا برشحه بجيب يعني انا عم بتسألني مين اذا كانت يعني دكتور جعجا من 2007 كان هو مفتر يكون يعني من هذا المحور هو الرئيج المهورية واليوم اذا بدنا نحكي بالوقاع هو الاقوى مسيحيا والمتقدم وعمل قاطرة لمجموعة يعني من القوى السياسية في قيادة معركة رئاسية هي دي واحدة بس انت عم بتسألني مين انا بتقولك كنت اولى مش انا معود او فارس سعيد لانه انا اميد اذا هذا الواقع انه من الخيار السياسي انه يكون حدا يعني مترح شعارات واضحة طبعا نبيني انه مش انا معود ما فيه يقطع ولا اذا كان حدا تاني فيه يقطع بس انت عم تسألني انا ما فيني اعمل الا اذا مين رح يقطع وامتين رح يصير عندنا رأي جمهورية منا سريع منا سريع منا سريع منا سريع بس فيه السحاء داهمه او ضاغط اللي هو نهاية ولاية حاكم مصر في لبنان هذا مش ممكن شكل عمل ضغط لانتكب رئيس البلد عم بهر كله سوا بس انه انتخاب تعيين حاكم مصر في لبنان اول شي انه يعني فيه وقت لقلو بس انه اول بك ايه فيه ستة شهر يعني هلا اصلا اصلا اذا البلد انتقب رئيس ونعملية حكومة ونحكب شي سريع بس اليوم انه مش سريع اليوم اذا انا بدي اقول انا هلا اذا جيت قلت لك يا خي اليوم عام ينحكى انه بعد المعركة بعد بين اتنين بالبوقع السياسي يعني سنمان فنجي وميشيل معوض وفي واحد قد يكون هو يعني نتاج تسويخ اسمه زفعون يعني انا حريصي كتير بالانتخابات الرئاسية ما فوض بأسماء تبين لانه اليوم فيه ناس بقول امه تنهنة اذا فلان جاي رئيس امه تنهنة انه انا بالنسبة اي رئيسي بيجي بوقف السرقة بتكامل ما اللي عم تعمل اليوم شعبة المعلومات وقوى الامد الديخل بمكافحة الفساد يعني بموضوع الادارة لانه هذا المطلوب بغطي ما يقدم عليه جيش اللبناني ومديرت مخابرات بمواجهة العصابات يعني شو بقولوا ويعني المطلوب بالبدل اصلافها هاو من بيعملون سنمية فرنجية او جوزيف عون هاو دي اه في نقطتان بينعملوا فيهم اولا اذا بدو يجي جوزيف عون بدو يجي بتسوية سنمية فرنجية بدو يجي بمعركة طب كيف بيتغير الجو اذا جاي بمعركة سنمية فرنجية صار كل شي على كيمير رح يخوضه اذا هو يعني فات بمعركة يعني تأمن انتخابات ولا مش إلا سنمية فرنجية بانتخابات او مش هي المعوض ما عم بتظهر برات السؤال بس ترو على هذا انقصام بالبلد يعني معناتها مين ما اشتغل وحدا يقل له لا بينما اذا زبت انت مسلم بتسوية قد يكون غير جوزيف عون طبعا نكون عم نحكي اذا انت عمل تسوية انه بدك تسلم بالبلد انه شخص يبلش من رئيس جمهورية هو مادون يعني رئيس الحكومة هون يقبلوا يقبلوا السلم مش اذا مادون يهبوا انه رئيس حكومة ووزراء مع فريق معارض شفاف وشريف فيك تعمل دولة بدون فيه عندك موضوع السلاح وموضوع يعني المنطقة هذا اكبر من قدرت اي حد بس لازم ينضبط لازم ينضبط يعني ما فيه جمعين حزب الله يكمل بهذه الطريقة يعني رايح بهذه الطريقة مسيطرة على البلد واقوى من الدولة هل حزب الله يريد فعلا سمين فنجي انا بالمسار يعني بالمسار اللي شايفه لا حزب الله لكن عم بيرشحوا هيك يعني لطاق لطاق اولا عنده مرشح وموجود على المعدلة عنده مرشح وموجود عنده باب ينحكى معه بالخارج انه اذا فيه تسوير ترئاسية انا موجود ينحكى معه تبار كيف وهذه قواعد اللعبة الرئيس بريباد وسلمة فنجي اكتر من 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 حزب الله ايه طبعا يعني تنكون عام نقول يعني نوضح الأمور بس إنما حزب الله لا حزب الله اخي شي بفضل ما يجي حدا يعني إلا ما يكون حدا مسؤول عنه من الخارج للتدعيات بالمستقبل الاقتصادي ومن اللي يقول مش أنا جيت فيه حدا انتوا سلمتوا فيه انتوا جيتوا انتوا جيتوا يعني ما بديو يكرر تجربة الرئيسه نجيب رئيس هالقد كتير قريب عليه وشو ما عمله بديو يتحمل النتيج حلا الوضع لو كان متل وقت رئيس عون كان بعض الوضع الاقتصادي جيد ووضع النقدي جيد كان ممكن بس بهذا الوضع ما بقى فيه تحمله ما بقى فيه مشان هيك هو على قاعدة مما أجل رئيس أنا مسيطر أنا لائة منظومة أو لائة السيستام فينا أسر عنه عدلي بس ما رح يجي حدا ضدي يعني مش رح يجي مشان معاود أو تنقول فيه سعاد أو سامير جاجع بمعنى أو سامير جميل تنحكي يعني أنه ما رح يجي حدا من هذا الفريق اللي هو يعني رأس حربي بالنسبة إلي طبعا كيف بيجي حدا أنه فيني اتفهم معه من ضمن تسوية فيه فرنسا فيه قطر فيه السعودية فيه مرجعية لهذه التسوية لو عدم انقضاد عليه أي حدث ممكن يغير هذا الجمود بالملف الرئيسي يعني عم نحكي نحكي عن بوايدرة قطرية بعد ما لمسناها هل ممكن يصير فيه دهور أمنى ما يحرك يعني بدأ حدث خارجي أو حدث داخلي لتحرك هذا الجمود الرئيسي شو حدث داخلي يعني حرام دم يعني أنه سبع عيار قالوا له طائرة أبدا لا أنه صارت قالوا له شكة إبرياء وبتكون بأصر بعب لغض النظر خلصت هديك اليوم ما بقى فيك تعملها تغير الزمن يعني القصة اليوم مش عند حدا معين يعني إذا أنا قلت كصحافي بيطلع هلأ الناس بيقول لك ولا أنت صحافي أو أنت عم تحكي وفي الانتخابات تحكي بأنه عن عملية بهذه الطريقة أنه تسوية هاك صار هاك عم بسيب للبنان بوقت مشيل السلمان صار فيه تسوية وقت مشيل العون صار فيه تسوية اتفق مع القوات قبل يعني القوات ما راحوا وقالوا بدنا ننتخب مشيل العون وراحوا باقيين لحقون ولا ساعد الحريري صار فيه تفاهمة ترجمة هو النواب يعني هذا الواقع بالبلد أنه المواطن اللبناني ما بيحلم أنه يصير في عملية سليمة بلا بس ما عم بتصير مشينا بدك تسوية وما حدا يكابل بس في تسوية وبيقبضوا كلهم حقه كمان ما يتكابل مشينا يعني يقبضوا كلهم حقه هادي بالدوحة هكثر ايه دا عمد أبو الغاد بكتابه حقه شو بيقبضوا عمد حقه بالمال قوة السياسية يا أستاذ عمال ما بيحكوا على بعضهم بموضوع السرق إلا فاسدوا فاسد يقولوا مثلا هيدا عمل هالبات هيدا عمل هاك هيدا هاك عيش هيدا عنده هالأملك ما بيحكوا بيعرفوا شو بيصير معهم برا بس إذا حكيش مواطن بيسبوه بهاش معلقة وشي زعماء اللبنانيين هود المشيين وراهن هيدا الشعب اللبناني بس رحوا على الضوحة أبضوا مصاري تمشوا بالتسوية أبضوا كله أحمد أبو الغايد بقول بكتابه هذه الشهادتي أنه وقت صارت سبع أيار قلت له للرئيس حسن مبارك بدي نجيبه للبنانيين ع مصر قالوا ما عنا إمكانيات صارت بالضوحة كان وقتا اليس عطلة وعمار حولي رشحوه لمشيل سنيمان ووقتا رفض العماد بشنعون وغير قوة سمي جعجو عمي جمين ووجن بلاد صار في قوة رفضته طروحا على الضوحة بعد ما يرجع فات عند الرئيس حسن مبارك اللي الحموطي خبروا شو صار قالوا كيف مش الحال كيف نقضيت آخر شي خبروا كيف نقضيت بطريقة وضحكوا تنيناتهم ورحا كيف نقضيت نقضيت أنه أخذوا مكاسب مادية عليها وهون الناس كانت عم تتقتل وعم بتقتل بعضها ترى كيف ومتما هلأ بيعوا الرئيسي وابدوا حق كله كله اللي عم بيسير كله استثمار هل في أحزاب عم تستثمر بالسياسة بتاخد أموال بتشبه على عالم بتاخد من الدولة هيدا الواقع بس أنه الناس راضية الناس أنه قابلة بتحكي مع حدا بقلك معنا معنا بديل شو بنا نعمل معنا غيرهم من اللي بدهم مش بنا تقول للعالم لوية لبنانية لأمتين بدي يضلهم متماسكين بترشيح مش هالمهود لأنه بتحطي عطيه إشارتين وأكتر أنه هن هن أنه عندهم قادرين رحين على على واقع جديد ومعركة عندهم مش معركة تجيبوا سكور أصوات يعني مش إذا ميشيل معول بيجيبوا 43 واربعين مثلا بولاري عبيع بتقول بدي صلاح إحناين مثلا بيجيبوا 52 كيف عملية تعلية سكور هيدا الدعم الخليجي السعودي الأمريكي نخليهم يضبوا على بعضهم وقدروا يقامنوا التلت المعطل يعني إذا في المستقبل تأمن أنه موجودين يعني ما حدا منهم يقول هلأ ما حدا بيحكي معهم من بره ما حدا يكبر كلهم بنحكي معهم تبقى كيف وبيمشوا بالصف إنما هلأ أنا مش عم بيحكي بس القوات عم بيحكي القوة يعني ما عدا ما عدا الحزب الله بيعمل مع الإيرانيين أنه أنا ما إلي علاقة بالموضوع يعني يعني هذا مش مثل الصعوديين بيحكوا مباشرة شو بدون تبقى كيف بيعملوا هني تناغم معه بيعرف الصعودي مثلا بده هيك الإيراني بيعرف أنه بيخد مواف الحزب بسعادة معه أو برواء أو بفتحها بالخليج يعني فإذن هودا هيكي بيمشوا اليوم عم بيحكي على الكل من هون اليوم بعد ما فيه أي خيار جديد يعني القوة إلواء مرتين هديك اليوم اتحكى فيها قبل منها حكي دكتور جعجة عن جوزيف عون بس طرح البطرق الراعي مع الوزير مع النائب علي حسن خليد اسم الوزير سيبق رجدي وصل يعني وصل الخبر للقوات اللبنانية أجي مدام ستيرة جعجة عند الراعي البطرق الراعي وصل في كلام قاله إحنا مرشح إذا كان فيه بديل هو قد يكون قد يكون قائد الجيش بس هلأ كيف بدك ترجمة بذات الوقت حزب الله نحن معنا فيتو على قائد الجيش هلأ اللي بدك تنعمل بده حد يركبها من يعرق اليوم وصول قائد الجيش لكين ما حدا ما حدا اليوم مبين أنه معرق كل واحد مبين أنه بده رئيس طبعا كيف بس اليوم بدك قائد الجيش بدك تعمل معه تخريجي من الخارج تسوية يعني حدا يقدر يحكي مع الكل كد قوة سياسية ويأمن هون بد يبعوها لبره وكد قوة سياسية تأمن ضمانة شو بيطلع له من هزي التركيبة لأني مش بس من قائد الجيش يعني من التركيبة المتكاملة لقائد الجيش رئيس الحكومة الوزراء كل واحد وين دوروا فيها كله تغير بس نقول تسوية بتكون محسومة لقائد الجيش أو ممكن في أسماء مثل وزير السابق جهاد أسعور وزير السابق زياد برود وغيره من أسماء رجاديب رجاديب وزير السابق كمان ولا محسورة تسوية باسم قائد الجيش يعني رجاديب رفضوا القوات بمعنية قوات طبيعي طيب جهاد أسعور عم معروف أنه عند الفريق الآخر ما بيقطع يعني عند عند الحزب ما بيقطع أو عند فريق آخر ما بيقطع اليوم في أسماء يعني في بعد في زياد برود بعد في ناجبستان بعد فيه يعني معي دكتار بس بدي أقلك شغلي بالحركة اللي عم يعملها بنائب كمان التغيير غسانس كيف برهم شايفه لجبران بسيد وكان شايف دكتور جعج عطلة عند البطرة يعني هذا كلام داخل التغييريين نحكى أنه خييتها بالما بيوصل ليش عم ضمنا ماشيين فيه طبعا كيف أنه ليش ما بنلقل على كمان حضر فينا نحكي فيه تنوصل عرف كيف تنعملت فيهم أنه اليوم أنه مرة قلت أنا عن مثلا قلت عن شخص أنه قلنا زياد بارودة خي فيه تقاطع فرنسي حزب الله رسيل اعتبروها أنه تشويش علي ما بق فيك ما هيدا النقطة ما فيك تقولها اليوم مشان هيك أنه مش واضحة بعض الأمور إلا قلت لك إذا ما يعني إذا كان هدف أنه بسنامين فرنجية يعني بقاء بهذه الحالة ويعني عدم وصوله بقدي إلى كمان إقصاء جوزافعون مع أنه هدك الواقع مختلف طبعا كيف طبعا بكتوه على الأسماء اللي سمعتها قبل شوي بدكتوه على هالأسماء كمان السماء فرنجية كأنه هكي نكفأ شوي يعني أنه قاعد نشعي ونغطر شو بدويسي الآن ما عم بقوم بحركة أطلع وعلانية أنا يعني قلت و كنت بمقصصتكم الكريمة مع أستاذ مارسي الغانم أنه تأخر مش بتأخر بمعنى يعني مش عبق يعني أنه أنه إجيت 17-20 يعني إجيت أربعة أنه تأخر أنه كان وقته كان دور العماد ميشيل عون اليوم تغيرت النظلة تجيه كل هذا المحور وتغيرت التوازنات صارت صعبة عليه يعني اليوم لو بدك ترشح ميشيل عون عم بو جديد مثلا صارت صعبة هذا يعني صارت صعبة وهو مش موسع الدفور طبعا يعني أنه كمان نضمنا وقفين يعني يعني فرنجيين ظلم إذا بدك عم بيحكي هيك أنه بمعنى بحقه كشخص كان ممكن يكون بالـ 2016 ما ما حصل بس اليوم كمان هو يعني ما فيه دمه أنه أنا يعني قاعد بالبيت وجبه لها هذا وأنا مع المقاومة وأنا مع رئيسها بشار بدك تبادر هلأ مش العون فتح لهم بهم وقال لهم أنا بدي يكون بهذا بنص الطريق وبهالانفتاح ما ما كمل معه بس بالنتيجة قدم شي هلأ أفراجي أنه هو واضح صادق مضبوطة بس كمان هذا الصدق فيه فريق ما بيقبله بالسياسة ما أعرف هذا جبران بسيل من هو مرشحه الفعلي لرئيس الجمهورية مرشحه مرشحه الخيالي لجبران بسيل بمعنى أنه شخص ما بينقض عليه قادر بهالمرحلة المقبلة يقطع 6 سنين تهوه إذا قادر عالج موضوع الوبات طور علاقاته مع قوة جديدة بيكون ساعته أنه فيه يرجع يطلع موضوع رئاسي تجربة ميشيل سنينمان مع التيار الوطن الحر مبدونيها بيعتبروا أنه بدنا نجيب شخص يعني ما عنده أرس سياسة ما عنده توريس ما عنده صهر كمان أنه تكون هو بالمستقبل أنه قادر يرجع يلعب اللعبة الرئاسية هذه هي وعم بيتحرك على قاعدة أنه أنا بفرض العيسة اسمين هاي المواصفات عمين بتنطبق أني عارف عمين أنه هو تلق كان عنده رجع ديب يعني لاش ما بدي حط اسمها هو اعتبر أنه رجع ديب الوبات بيقبلوا فيه هو بيقدر يطمن الوبات اللي بني فيه البطرق يعني طرحوا علنا على علي حسن خليط يعني بعد ما قاله هيدا كان فيه كم اسمي قاله مثلا هيدا ابن بيت بس مش قدير وهيدا مثلا يمكن مش قد الحملة وهيدا ما عنده ركاب وهيدا بيجي لعنا ومش عنا يعني آخر شي قاله رجع ديب يعني كانت واضحة بس أنه كمان أنه ما ما مش الحال بس ما بده جبران بسيل فعليا جبران بسيل لا هلا لا ليه فائد الأمل هو فائد الأمل هو لأنه فائد الأمل وبيعتبر أنه إذا إجرى رئيسي جديد يعني هو إذا أجرى فرنجية أكيد بالدوار يعتلهم إذا أجر زفرون بيعتلهم مشان هيك يعني بفوض الأمل معه بس إذا شخص تفهم معه أنه ما بيهجم عليه بيقدر يعني ما هي بالسياسية تفاهمات هلا هو كمان جبران بسيل لأنه هو فنان يعني باستنبراط المشاكل مع الكل بالصفاءات اللي عملها تفاهمات كلها صفاءات صارت بالبلد عنده قلق أنه ما يصير معه هيك هو أنه أنا هالخليفات اللي صارت معي باكي صارت معي يعني يعني بيعرف شو حجم الرئاسي بيعرف شو حجم الرئيسة جمهورية والأجهزة البنئة يعني مبارح طوني الصليبة اللواء طوني الصليبة رئيس جهز أمن الدولة بس عندك مدى يعني قالوا ما فينا أحمل يعني في إشي قبل كان الرئيس يطلبها هل يعني ما فينا أحملها تبار كيف يعني كله بغير المدرع العامين بقلبه القوى الأمنية بتغير الرئاسة الجمهورية بالبلد لا عندها دور تبار كيف مش إن هيك جبران بس بيعرف إنه إزا إجا جبران إزا إجا رئيس وما ريحني أنا بتعب مش إن هيك بدي أمن مثل إنه الأوفر حزن هو جوزيف عون شايف جوزيف عون إزا بدك أنا خليه إتجاوزه لأي لأنه يعني ما قدم شي جديد يعني إنه جوزيف عون إنه شخص مطروح سيدنا شخص مفروض كان عنده علاقات بالإدارة الأمريكية إي عنده علاقات أنا ما عم بيجي يعني حط من من اتحاد أنا عمول إنه ما قدم شي جديد إنه اليوم جوزيف عون إنه إزا عم بوله ثلاثة شهر يعني اليوم ما تقدم شي عملي بهذا الموضوع بعدين الأمريكان يعني إنه كان بد إدارة وبيعرف والأمريكان يعني بتكديما يعني باللبنان بده واحد يشيله من حساباته إنه الأمريكان هاليوم عنده إنه بمعنى هم لو كانه ظهر إدارة يعني وقت اجتمع شو اسمه مدير المخابرات روسية سيرجانا رشكي مع وليام برانز مدير السعي اجتمعوا بتركيا بتشرين الأول تعرف أستاذ داني شوف الإعلام الغربي شو حكي عنهم حكيوا بنقطتين عدم إنه الأمريكي عدم استعمال الصواريخ النووية أسلحة النووية يعني نقطة تانية حكيوا بموضوع الموقفين بالبلدان تاجر السلاح الموقف بأمريكا هو لعبة الباسكت مجرودة بالروسية ما حكيوا بأوكرانيا وبالشعب الأوكراني ما حكيوا إلا بما هلوا عندهم مصطعيني هذا الكلام أنا مش أنهيك بشوفوا الموضوع الأمريكي منه حيوي ومنه يعني الأمريكان اليوم بس كانوا عندهم مصالحهم بيزعلوا من حلافهم هؤلاء القوات اللبنانية وغيرهم زعلانين منهم الأمريكان لأنه القوات انتقدوا كيفية سفقة الحدود اللي صارت بجنوب الغاز يعني يوم أنت بالبلد صار عندك أربع حدود عندك من ناحية البحرية عندك فلسطين عندك من ناحية البحرية إسرائيل عفوا لا من تحت البحر إسرائيل فلسطين وعندك سوريا والبحر ما هزلي أنه اليوم في مصالح عند الأمريكي أنه حكيها هو مصالح هي اللي بتحكم طبعا كلها في توضيح من نائب ميشيل دوايه بيقول أنه هو بموضوع اللي بمبوس قلنا حضرتك قلت أنه ما حدا تحرك من النواب تغيير هو باعت كتاب للحكومة أكيد نعتذر منه لا منهني أكيد نحن راح منهني لماذا بدي اعتذر أنه ما ما ذكرنا السؤال لا اي 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 اوكي حابب تعتذر من أحدا اليوم أنا أصدر أنا ما بعتذر أنا بحاول أبعد عن أي خدافة ما أوصل لهذا ما بحب أنه واحد يجي إلي لا تأخذني بعد مش دروري نديني لبعض ليش هلا المنطق أنا برفضه ما موحل يدمه ويعبسي في أخطاء أكيد نحن نكمل حوارنا ولكن نتوقف مع الصراحة مع الإعلام نتابع بعد بيروت اليوم منتابع بيروت اليوم مع ناشر موقع الكلمة لأونلاين الصحافة سيمو أبو فاضل في عنا رد من المسؤول الإعلامي عند الرئيس ميشيل سليمان زميل بشارة خير الله هلأ رد طويل ما رح أراه كله بس بيقلك أنه سبع أيار مكان شكت إبري وبالآخر بيقول في الدوحة لم يتفق على انتخاب قائد الجيش لبل تم تنفيذ الاتفاق المعقود قبل سنة بين الفريقين الأساسيين 8 و 14 أدار شو هاي ديلة أنه خلص مش الحال لا أنه هو عم بقول هاي أنه أنا مش هذا رأيه يعني هاي موطيات عنده بس ما بيعرفه هو يعني ما رح أقول أكتر أنا مش بفروض يكون جيبه من رئيس نامان بس أنه رئيس نامان بيعرف يعني هو والحزب وهو والسوريين وبيعرف النهر البارد كل هالأمور وشاكر عبسي وين راحوا شو في قبالهم وأسلحة الدبابات التاعة وخمسين يعني كيف أجيت ولاش كله الهوضي معاه يعني مش هدفين أنا عم بيحكي معلومات مش عم بيحكي موقف إنه ليش بدون يقولوا إنه وقت بيكون غازي كنعان هون كانوا يحل فواحياته ويخطه أي واحد من اللبنانيين ياخد مطباقية الأكل من عد مرت وقاله هادي عملتها أم كزا لألك وهلأ يعني إنه هلأ نحكي وقاية على التاريخ يعني ما عم ننتقد حدا لا يعني لا هو ولا أنا عم بتراجع عن كلامي لو عم نحكي كيف كانت العلاقات بالبلد إيه الحج وفيق صفا قال له روقة شوي شكت ابنه بتكون بأسر بعبدة خلا نحكي بصراحة قال له لرئيسين قال له وقت قابل روق شوي قال له إيه ما حكي وقاية يعني كلهم بدون يعملوا حولهم إخر شي إذا 14 قدر عملوا إخر شي أمبراطورو أنا انت قدت هشان لي إنه مش هيك يا حبيبي إنه هيدا كان قاعد بالطابة فوقه كان سامير جعلها تحت منه تحت الأرض مش هل حكي هيدا إنه وين الشباب الأكله خبيض بأبه بأياره وين كان هو هي تمثليات خلصي بس إني لأنه كلهم أبضوا مع بعضهم بـ 14 قدر بضبوا مع بعضهم قلت لك إيها خلي حدا يفتح عن التاني ملف المالي والعقاري ما حدا بيحكي بيطعب لك نحنا فاسدين وهذا خير طلعوا خبروا شو عاملين لا ترك أصحاب 8 قدر ولا ترك أصحاب 14 قدر أن انا مش عملال بيش في أصحاب أنا زنمي عنده عائلتي عنده عايش في البيت هنده عملائيش لا يزعبر أن أجتماعيات يعني عنده أصحاب مش هدا في يعني ما علي شيء شخص إزاد أنا عم بيعكي كشخص موجوع خلينا شوف العالم شو عم بيستير فيه والله العظيم شيء بيوجع القلب ما فينا نحكي مبي إنه لا عندي أنتخابات ولا عم تمثل عن النس لأ حرام اللي عم نحكي ما بحب أن هالأسلوب هكى العفوى الناس ما عم تقدر تاكل فيه ناس ما قدر تعيدي انه طب وين ان الامرال العالمين وين ان مصرياتهم اخدوا هالامرال وهربوا فلوا فيهم طب كيف المؤسسات كبيرة تعاسم مياه سياسيين كانوا اخدين اموال دفعوا على الالف وخمسة طب ايه المصارف بدأت افلس بدأت ااكلها المصارف طب كنا عم نحكي عن موضوع السحاء الرئاسي ومرشح جبران بسيل لا جبران بسيل ما بيرشح احد نواب تكتله قالوا بالنواب هني مسؤوليتهم هني كما تكونوا يولى عليكم وين اني هني وين اني التيار يطلع يقولوا ان احنا ما فينا نكمل لهاك ورحوا عملوا اجتماع معهم عملوا اجتماع مع جبران بسيل قالوا له فيك مني بنحكيوا معهم اخي ما فينا نكمل لهاك الناس عم تنتقدنا طب يا من ايد يوزيف عون يا مثلا من ناقى حدا منا او انت علون ترشيحك تنكون احنا موجودين ان يقولوا عندك انت مرشح قالوا انترشيح بيعني نقلة هذا كما يطلع لك توضيح بيعني نقلة يزيف عون مش وردة عندي وحدا منكم يفكر يترشع هاي سيفت بان علة الحزبة بيكون نايب بيمشي على العالم وبدعوا بس وصل على اجزائهم وبركت بانيتهم ويجي الرئيس الحزب بوقفوا على الباب عم بحكي عن اي حزب وبنطلوا سعتان ويحكي معهم عن الباب لايك روح مولها الشغلة هاي دي علة الحزبة في منهم رئيسهم وصلوا ما فهمت ما هو لانو الحزب بشيلهم يعني هن الأحزاب بتشيلهم مش هنك انا قلت لك انت كنت مستقل ومرتاح ومسيجي مع حال مرتاح طبرا كيف مش هاي دي النقطة عام قل لك ايها مش هاي عام المعركة هلأ ايه هاي دي علة الحزبة انو اذا واحد قدير ما بدي سمي حدا انو بالتيار خيانا بالنسبة له لا ما بدي سمي حدا من التيار حسنا ايه خيانا بالنسبة له يعني خلاص انو بعد اللي صار ما ربق ايجي بس يرشحون بس بالنسبة لقلق بس بالنسبة لقلق انو انا مش قدير اوصل بوسط الحدا من اللي معي ما بده لابروا عند الغريب هيدا 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 جمهران بيسيل هيك ليش فين بيقافوا بالصف معو وبيمشوا وراه وبيحكيوا بواسطة السكترة وبيقبلوا طبرا كيف ليش هيدا كأن كل الاحزاب مش عنده هو هن بيقبلوا هيدا تجيين للكرامة عنده وعند غيره انا ريش بيحكي نوابه عبر السكترة طبرا مش ان هيك الحالة الحزبية باللبنان حالة تجيينية بيحكوك بالديمقراطية مين عمل دمقراطية بحزبه فرجين الدمقراطية بالحزب والمكشفة والاموال بس يحكي الصحافة بيهجموا عليه بيقولوا له انت انت مش عم بيحكي عن حالة عم بيحكي كيف يصير بالاعلام بيهنلنا اموالهم من وين جايين منهم منهم بيشتغل بمهنتهم وبيطلع مننا مصاري طبرا كيف بيهجموا على العالم لا لازم بس خي فيه ناس ايدتهم هذا موضوع بدك تحترمه السجال بين طيار وطن الحرف ورئيس ميقاتي السجال الكهربائي والمكهرب يمكن يعني لا الرئيس نجيب ميقاتي هو سليم الحص ولا انه سليم الحص معروف في شفافيته يعني عم نحكي كرئيس حكومة ما اين شخص اخر رئيس ميقاتي غير شفاف بخير رئيس ميقاتي ومعروف هنا فيه علي قصص فيه مشاكل معروف مش انه عم بيحكي هلانيتا انت انت طلعوا من الزنعيم انت بحكي انه رئيس ميقاتي شخص مساهم بالسلطة ومسؤول ومتكب فيه كتير امور واللي عملته الغادعون واللي عملته غادعون بمحله وقت معه عملته القاضية غادعون بمحله كان بموضوع وين هو اللي عملته ساعة البده بتطلعه وساعة البده بتضبه طيب اوكي عملته ساحبه منه لكن خلنا نحكي عن قضاء اليوم بالقضاء خيشيلوا يشيلوا ان اليوم شالوا اثنان قضاء واربع خمسة يقلوا لهم فلوا يا خيش يا شيلوا يا بكنت سلموا بوضع وقت تحكي عنه او عن غيره يعني اليوم فيه مجلس قضاء اعلى فيه علي قاضي ادمي فيه مدعام تمييز كمان غسان وادية مرتب وادير مش عم نحكي هلأني تنجيم يعني زلميه كمان ضمير وحي وهن هاي مناصب سياسي بتعرضوا فيه لضغط واليوم توسلك يا محل اليوم كل هالمناصب بايحوصلك يا محل اللي كان انسان يطمح عليها ويحلم ان يوصل عليها ان كان قائد الجاج رفعون او كان اللي واقع مدع اسمان او اي ضابط ببأي محل او مدير المخابرات او رئيس فرع المعلومات بدي سمي صاروا اليوم عبق عليهم بهذا الوضع الموجود فيه ما بيركوا بديوا تصرفوا توسلك بخي غضعهم فيه اشي عم تعمل لغلق فيه اشي عم تعمل لصحتة بخي فيه هيئة تفتيش متل ما وقفت اردوحي القاضي اردوحي وقبل منه فلان فلان بسيد قيلوا لا فلان قلبة ليش ما بيعملوها فيه رأي عام معه ما عم بيحكي بموضوع معين بخي طب ليش بدك انت قرسي طلع سيموه او ابو فاضل او استاذ داني حداد او حدا تحطوا بوجه القضاء او بوجه الامن وقت تذكر وقت كنا نحكي عن الامن كنا نحكي عن تجهزات الامنية وقت الرصاية السورية طب اليوم خي امون مش عم بيحكي عن غادة اخي ايا قاضي طب ليش ما نقللون سنتين وقت اعدت هي وغسان عوادت بعتوا صورة انا مصور هو اياها طب ليش بتلعبوا بالناس مثل السياسيين يعني عم يلعبوا بالغادة يعني الاحزاب وعم يلعبوا بالفريق الاخر الاحزاب يعني يعني كيف يستعملون يعني عم بقول المشكل مش خطوات طبعا مش عم عفر ما عم بقول هي ويستعمل كميع لمسؤولية يا خي لا مسؤولية بس انا عم بقول خي اذا عم بقول حاسب هو ما عم بقول انا ما عم بر حدا طب تيجي بك تسألنا عن غادة طب انا بقل لك يا خي بموضوع مكتف غلط طب يخي انا مين مرجعي انا كمواطن اذا قلت غلط طب اوكي انو انا يعني اذا حكيت كصحافة ما اجيه على الات شو بدي اقلب الطاولة بالبلد ما قلتلك ما بعط رأي برئاسي تمام يكونوا ناس عم بحسبوا عم نجامل اذا قلت غادة عم غلطت طب اتكيف شو بغي اعطيت مش من هنا بغيي عم مقلل من حالة انا ماني متواضع بس كمن بحكي بواقعية طبيعي ببلد انو نجي هلأ بحلقة تلفزيونية نقعد نحكي عن الاضات هيدا هون غلط هيدا واشياء والاخطاء واضحة ومكشوفة ايه هين هالقضاء هيدا عم قوله هيدا عم قوله انو هني يخيقتلك في الاضات عم يرتكبوا اخطاء يخيقتلك اولا شي تلت ربع الاضات قاعدين لي على تويتر كل النهار وبيعطوا رأيون وبيطلعوا احكام تعرف انو اليوم انا يعني الاضات او ببعض المحل يعني بقلي اكتم شخص عم يحكي عن اضات من خير عم بغلطه اليوم كيف تترك واحد يفوت على الحبس كذا شهر وسينه وسنتين هيدا هود الاضات كان بالجيش او بقوة الامن هيدا كان يوقف حرس مثل ما يقوله نوبة مثلا خدمة ينحبس اذا عمل غلطة بيعرف ايمة الحبس بيعرف ايمة الظلم اليوم قبل ما تحكي مع قاضي مع انه تبقى فيه اضات كتير شرفاء ما بدنا نظلم وانا هديك اليوم بتولي هلو وزير العدل سميتلو عم بيحكي ما بتولي فيك كم وزير يعني عفوا كم قاضي يعني بتنضرب لقالهم تحية مش كمان السياسة ضربتهم وفيه ناس حبي يكونوا عند السياسين ثم اليوم الاضات الدباط بيعرفوا انه ما فيك تحط واحد تغرب الحبس تبقى كيف يعني الدباط هاي الاضات هاي كسيرة عندهم مع انه عم برجع قولها فيه اضات مكتير محترمين وجايدين تبقى كيف بس بدك تعمل واقع جديد بدك تعمل نظام جديد بالبدل يوم مش معروف ما بك تبالج تتصلحوا ما بتعرف فيه كمان ما زال عم نحكي عن القضاء فيه موضوع هلأ رح نحكي كتير عنه بالايام الجاية زيارة وفد المحاقين الاوروبيين الى لبنان فيه ناس مع وفيه ناس ضد هلأ فيه بوكلة اخبار اليوم مقال لا سلطة لاي قادن خارج حدوده بلده ملف الوفد الاوروبي ناقص شو رأيك بالموضوع مبارح صار فيه اجتماع بين سفر الدول اللي جاية مننا القضاء الى لبنان مع مدة عام التمييز قاضي غسان عوعدات وصار فيه توزيع المهام يعني جاينا حي تتوزع المهام كيف بدون يعملوا تحقيقاتهم تم ما حيكون فيه القاضي غسان خوري بالقاضي كلاس ميرنا كلاس كمان حي تكون هي من القضاء اللي بدون يكونوا موجودين بالتحقيقات اللي بدت تسير مع الوفد اللبناني هلا النقطة الاساسية انه ملفت هي تخطب حد ذاتها يعني رياض سلامة ما هو جنسية فرنسية فيهم يسمعوا له بره بالخارج رؤس المجالس المصارف وغير الشخصيات فيه في تسرقل شو السبب لأنه هادي بتعمل خضة بالبلد وهون حتى عدة أجهزة الأمنية عم تتجنى بتكون هي بالمواكبة ما بدها تخطب بهذا المشكل بس النقطة الاساسية انه هو قضاء يعني كمان نحيقض على ايدهم قضاء لبنانيين اذا عم يسألوا اذا عم يستوضحوا بنفس الوقت في ناس بيقدروا ما يجوا يعني بيقدروا رياض سلامة ما يجي لأنه لا فيك تعمل انت احضار هون ولا جلب بدون ياخدوا رأيهم طب كيف هلأ جاد سلامة اي لقبل اي لعدة مرد انا خير مستعد يستدعون انا مستعد يروح لعندهم ويسمعوا لي انا جاهز لأنه نعمل تنميزية ما كمان بسي في خطأ سوء الأخطاء انهل بتقولوا كمان اخبار اليوم التهم التي تواجه لرياض سلامة ان كانت موجودة لا تعتبر دولية هذا عني جايين بحل الضغط على البلد بدوا يبلشوا من هذه الناحية بس اني بدي فوتوا على غير محلات يعني بدي فوتوا على اموال المصارف لموضوع السياسيين رياض سلامة محدد كم السؤال يعني معروفين بس انه اليوم اليوم هو اي لوقت يعني ما هي كمان بصير في قضاء كده عم نحكي عنه ان عمله جون طنوس مش كتير كان بس يجي ملفات من بره يحولون رئيس العوائدات بس يكون فيه ملفات حساسي يعني دولية ما حدا بيعرفيها لعنده قضاء يعني قد الحملة ما بقوله غسنخور او او كلس اليوم كمان ما هني قضاء باللبنان ببعض الملفات اللي هي اللي علاقة بها فتحوا البيب كتير يعني بس هلأ اني بدنا ننطر يعني ان قولت القضاء بيخلوك تتعاطف مع الفاسد قد ما بيروحوا لبعيد افلام الامريكي بفرجوك المجرم كتير فنان وزكي بصير بدك اربع الشرطة هو بالبلد بيقبلوا فيه هيك شعب الشعب بيقبلوا انك هيدا ولا كيف زبط حاله مش هيني كيف زكي ما كان معه عمل حاله هيك بيحبوها ما هي هون بغدية الراس ورا في بالراس في غد بتحب الولاء والراح انه هيدا انا بقيده بارتاح انه انا معه هيدا واقع بالبلد كيف عيشوا عليه الناس اربعين سنة بالحرب بتطمقنوا لناس حميوهم بالسلاح وبعد مننا حميوهم انه بالمذهبية هلا جاي هيدا الفريق كتير كتير ناس وهم حتى الاجانب يعرفين انه ما قلوا مفاعله يعني على رياض سلامي ما قلوا مفاعله بس هي عملية انه تحقيق مفتوح الباب بس هو اليوم اذا جيت قلتلك انا ما هو صار اسمه اكتر شي بالواجهة يعني اذا جيت هاللعني انا قلتلك في فلان لفلان رئيس هالمصرف بتقلي يمكن سلبية او ايجابية ما انا عارف ما انا كمان اذا بدي سمي هاللعني من باب انه انا اعلامي بدي رفتك عم خبر شو باقي شو لازم احكي بعتلهم انه اذا قلت هالاسم جرحته او عم بحكي معلومات لانه ممكن بك رح تتسرب بس لانه رياض سلامة هو مسائب يعني الشخص الاكبر معنويا هيدا اللي صير انه رح يحكوا معه ويبلشوا بتحيقات تانية والتحيقات منفصلة مش متلازم مع بعضها بس رح يصير فيه تسهيل من المدعام التميز لعملهم ما فيه عندك معاهدات دولية الاسوأ من هاي اذا بدك بمفهوم الناس بملف المرفأ واللي بدي يشوف القاضي طارق البيطار شو هون بدي يكون معيار التعاون لانه القاضي طارق البيطار هو سيد ملفه هو عنده مسئولية حصرية اذا بيسمح له او لا واذا هو هي بيصير فيه تعاون بأي اتجاه هيدا بترجع لقاله هو يعني ما حدا بيقدر يعرف اي نقطة قبل ما ينقعد معه لانه ما بيحكي طارق يعني هو ما بيحكي بهالموضوع وخاصة بعد ما نواجده الجماعة بس ما زال فتحنا هيدا الموضوع شو يلاقيك بصمت كمان القاضي بيطار يجوز يضل صامت وهيدا الملف مجمد هيدا الملف هو ما في يحكي يعني اول ما في ودي عمل شي مبارح القاضي سوية العبود حوال يكسر هيدا الجمود انه يحولوا بعض الملفات تايبت فيها هالي الموقفين اللي هن يعني فرعتين اللي معهم احطيت اعترضوا عليها اعترضوا عليها هيدا مضوع يعني بقل لي وزير العدل القاضي انه باللبنان مش معودين عمل الفات كبيرة في الحجم يعني ضخم ملف ملف كبير كبير كتير مش سهل يعني لأ انه اللي صار فيه مش انهيك ما فيك تحكي عنه انا اليوم اذا بقول طب يا خي صار فيه يفاتي روحي مش سهلة يعني تحمل واحد دم طب كيف او واحد يكون مسؤول تبرقه مهلاف بهذا الحجم كتير كتير تقيل يعني تقول في عندك مش تأهيل الضحايا المال ما هذا السؤال انه ليش انتوا ما بتجوا على القضاء طب انا ما فينا اقول له لو واحد روح سلم انه انت مسؤول لانه بدي يكون فيه محكمة يعني هيدا بتصير بعد المحكمة طب انه قاضل القاضل بيضع على او طلب توقيف شخص عفوا او يعني طلب توقيف انه انا ما فينا اقول انه يمكن طلب توقيف للتحقيق ما فينا اظنه حطله براسه مثلا بضع يعني برقبته 225 ضحي وتدمير عاصمة بس انه بده يفتح المال طب كمان لافت انه هالدول بتبعت محاقين بموضوع مالي وما بتبعت حدا بموضوع المرفع طب رح تبلش من هون رح تبلش من هون هلأ بتشوف قديش بيتوسع الفرنسي عنده ثلاث ضحايا بالموضوع بمالف المرفع وفي واحد امريكي ممكن من هون يقول لأ لازم نتوسع نتوسع بالتحقيق ويفتح الملف يعني مش مثل عنا هونيك في نضبه ملف طبعا كيف يعني مش متفكر تركبت ملف لكنيسة طبعا كيف اللي صارت سيدة نجات لا ما بينعمل هاك ما فيك تخفيمة ملف إليح باية قد قلت انه خلص بيكون قبل بجمعتين الشباب منعونهم يظهروا يعملوا حق أمن طبعا كيف بعد شوية بعدين مثلا بيشتو الماية بعد خمس دقاي يعني مكان الجريمة هيدا ما بينقطع مع الخارج إذا القاضي بده إذا القاضي بده هونيك هكي بيصير كما في الساحة يعني صار قريب الفراغ لجهاز الأمن العام من سيخلف عباس إبراهيم ولماذا سيخرج لواء عباس إبراهيم من الأمن العام عباس إبراهيم شخص جيد جيد يعني طاقة إيجابية شخص جيد طبعا في ناس هو قد يكون يعني من نقاط البيضاء القليلة بهالسواد في ناس طبعا في ناس مثلا بتطلوا على أنه هو يعني قريب من حزب الله هو بقوله أنا قريب من حزب الله وأنا يعني بالعكس هو فوض بأدوار كبيرة باتصال حزب الله ورع على أمريكا طيب فوض من وضوع سوريا يعني في ناس معه وفي ناس ضده بس المشكلة الأساسية هي أنه ما فيك تأمن يعني اليوم جلسة تشريعية جب اللي كانوا رفضين تشريع الضرورة كان فيه بينتهم التيار الوطن الحر التيار الوطن الحر يعني أنه نائب باسيد كان عنده أرور فغالي بده يعني كان قابل بالتمديد على أساس أنه هي تمدد لألة اليوم ظهرت هي عتى يعد ما بقى مجال أنا به بره بيقول إذا أمنوا لقوة مسيحية ويحدة أنا جاهز يعني يكونوا مثلا تنقول أي فريق هلأ مثلا التيار ما بينعرف إذا بيشارك أو لا طبعا كيف القوات ما بينعرف شو بقوله يعني طبعا كتاب والبيئين مش واضح بعض يعني شو بتوني يعملوا لأنه كلهم متكملين مع بعضهم حاطين أولوي انتخاب الرئيس ما في حل هلأ بهذا الموضوع إلا أنه يعني يكون حدا من قلب الجهاز رحيح إيه بدك يشوف في قلب الجهاز مين بيكون عنده أقدمية بتولهه مسؤولية في أولى العميد البيسري بيبع أنه نيب مدير العام عميد البيسري هو لفترة محدود يبقى لأربعة أربعة أدار هو إذا مدد له وزير الدفاع كمان ثلاث شهور بيكون كمان بقى أكتر وقال بروحوا بعض العميد بيسري إلى يعني لشو اسمه لأعلى رتبطن من أهم الإسحاقات يلي هيدا منتقل من 2022 إلى 2023 موضوع المالي والإنيار المالي ممكن يكون هذا الموضوع باب لحل رئاسي مين عم يعمله إذا حدا عم يعمله يشتغل عليه طبعا كيف يعني أنا أنا يعني أنا دايما عندي أنا عرب إنه هيبقلوه دايما بالخرج إنه حزب الله هو أم دمان طبعا الإيرانيين طبعا كيف يعني هو منفذ طبعا حزب ديزعال يعني بيقبله ويقولك أنا متميز في إذا بدك نوع من هيك سموه إذا واحد هكي في قاعد ببيته مثلا أو قاعده صاحبه بتغمز موحده كمستي هكي بين اتنين هو والإيرانيين فاهمينا الحرب باللبنان حزب الله عم يعمل عنده مصلحة هيدا حزب عقائدة اللي عم يتعاطوا معه أنا هون عم بحكي عم بحكيك عن كل الفراغ إنه حزب الله اللي اليوم عم بيوطن عم بيجيب ناس من أبناء الطائفة الشعية كريمة عامين عم انطقت لقصايا بتخبرك هكي شي شي صار بعبر التاريخ تواصلك إنه اللي بوجه حزب الله فارغين ما بيعرفوا يقتلو مش عم قول إنه أنا بعرف إيراني عم بحكي إنه بمعنى ما فيه جدية بالمواجهة كانوا مسيحية أو صنة معنى معنى ما لازم تكون هكذا يكون فيه حتى ناس من قلب الطائفة يعني إذا فيهم فيه اعتراض تكون فيه بعض وطن بأي سراع وقت اللي الحجاج بن يوسف قتلوا لابن الزبار وعلقوا بالقلب على العمود وبعت رسول الخليفة عبد الملك بن مرون إجيت أخته أو بنته عم تقول له أعطينا الجدة لأنه لأنه خلص يعني إنه عملت بدك تعمله قال لا تجي أمك قلت له ولو أم بنت أبي بكر الصديق بدك تعمل فيها هيك قال لا الحرب ما بتنربح بالقتل وبالدم بتنربح بكتير أمور يعني بمعنى معنويا سياسيا نفسيا حزب الله هني بيعتبروا هون إنه إذا فيه سبع أيار هاي المعركة بس ما بيعرفوا شو صار بالدوحة أو ما بدون يعرفوا لأنه كلهم قوة سياسية يعني متكاملة معه بيروت فضيت من السنة من عملت أي خطة أنا بدك نحكي بالواقع الديموغرافي من عملت وين إنا وليه بيروت بالدوحة وبعلمون وبعرف انت خبات ما بيجوا المسيحيين عم بيفلوا لأنه يقسوا حزب الله من هذه السياسة تبالكيف اللي هو أخذ البلد فيه بتقلك أنت عم تضعف الإيمان المسيحي شو عندها قدرت قوة مسيحية عندها أموال المسيحيين كلها هي والكنيسة وعند القدرات تعزز الوجود يعني تأمن تأمن استمارية المسيحية اليوم مقصرة بالدفاع للمسيحيين طبعا طبعا وبكركة ما عم قللك والكنيسة يعني اليوم مش إنه إذا بكركة عملت مساعدة اليوم هلأ عم تخذنا عم حالتين لأنه اليوم إذا بدي إيجي إليك تبعث في بكركة ما علقتك معه لا 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 إذا فيه كاريتاس مش هك إذا بدي إليك فيه كاريتاس وفيه إشار حج وفيه فلانس إذا عم نعمل يعني مرة قال لي واحد قال لي إنه إنه عم تسمينا مرة مؤسسة كاريتاس إم زعلوا إنه عم تفتح العين علينا يا خي إنه هالناس عشو عايشة عشوية مساعدة حزبية نحنا عم نجي نقول إنه مغتربين ما هو ده هي لازم ينعمل إنه كان ينعمل شي كبير إليه يعني كذا سنة مش إنه طوني خضرة بس طوني خضرة هو بديو يحكي وبيحكيونه عن الموظف إذا عندهم مصلحة معنا بيه بري ما بيرده عليا ما بيعدوا يستقبلوه وإذا عندهم مصلحة مع جمهضات ما بيعدوا يحكي معه عم نحكي وقائع المناس مش قدرة تعرف إنه بعد كمين شمعون وبيار جميل أنت بحالة فراغ مسيحي في حالات سياسية بس ما فيش أقباء فيش أقطاب يعني هيدا اللي صاير فيه أغزام اليوم عند المسيحيين هن اليوم باللعبة يعني هيدا اللي صاير من هيك ما فيه رؤية يعني اليوم عم بيصير فيه هجرة مسيحية وكمان سنية وشيعية بس أنت اليوم إذا هيدا فيه التهجير اللي صاير اليوم هيدا الاقتصاد اللي واحد بفعل ما بعد يرجع وفيه الهجرة كناس كي يقولوا أنه تغيشيلوا المسئولية عن حالهم بقولوا المسيحي دائما كان يهجر لا فيه أمور بتنعمل أنا ما فينا أعملها كاسمو أبو فاضل أنا أخي مقصة طب كيف بس أنا أقول أن القوى السياسية كان فيها تعملها تحصن موجود تعمل مؤسسات اليوم وين المستشفرية المسيحية شو عم جب لي أنه ما بدي أحكي عن أراضي عم تنبيع أنه يقولوا قدمنا شي حزب كل مؤسسات النفط بتأخذ من بيروت بتأخذ بتوزع نفط بلاش على هود الأحزاب بس مين منهم بقول بدي لشي كنيسة أو لشي مستشفى مساعدات ما هذا تنشر موقع الكلمة أونلاين السيد سيمو أبو فاضل تشكرك نسير لك لك صاحب هالحلقة مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا أنت صاحب عزيز بكفي شكرا لكم